ما زالت الحرب المستمرة منذ نيسان أبريل 2023 في السودان تلقي بظلالها على المدنيين الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل فهم الخاسر الوحيد جراء الصراع الأخوة المشتعل بين الجيش وبين قوات الدعم السريع عشرات الألاف فروا من مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور نحو بلد الطويلة على بعد 70 كم في ظل نقص كبير في الطعام إلى جانب عدم توفر رعاية طبية مناسبة صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن الفارين إلى البلدة لا تقتصر معاناتهم على شعورهم بالجوع والعطش بل إلى انتشار أمراض خطيرة مثل الملاريا والحصبة والسعال الديكي وهو ما أرهق كاهل العيادة الصحية الصغيرة والوحيدة الموجودة في تلك البقعة الفقيرة المسؤولة عن الصحة في الإدارة المدنية التي تدير بلد الطويلة عائشة يعقوب قالت إن هناك ما لا يقل عن عشرة أطفال يموتون من الجوع كل يوم مع توقعها بأن عدد الأطفال الذين يموتون من الجوع أعلى بكثير إذ يعيش العديد من النازحين من الفاشر بعيداً عن المركز الطبي وغير قادرين على الوصول إليها وبحسب الصحيفة فإن مدينة الطويلة وقعت تحت حصار دام لأشهر من قبل قوات الدعم السريع إذ كانت المنطقة مسرحاً لمعارك عنيفة في العام الماضي وهي أقرب مكان آمن للاجئين الذين تمكنوا من الفرار عبر البوابة الغربية للفاشر وفي وقت سابق من هذه السنة وبسبب عدم الأمن في مدينة الفاشر غادرت وكالات الأمم المتحدة وكل المنظمات غير الحكومية الدولية باستثناء منظمة أطباء بلا حدود ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان أبريل 2023 أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين فيما نزح الملايين داخل وخارج السودان وفق أرقام أممية